من أقصى العمق الإفريقي إلى الضفة الأوروبية عبر البوابة المغربية أنبوب لنقل الغاز يمتد على مدى مسافة تقارب الستة آلاف كيلومتر مروراً بثلاثة عشرة دولة إفريقية هو أحد أهم المشاريع الطاقية العملاقة ليس فقط في إفريقيا بل وعلى المستوى الدولي ويتوقع أن تكون له تأثيرات مهمة على حياة مئات الملايين من شعوب المنطقة عبر توفير مناصب عمل وفرص استثمارية علاوة على تأسيس وإرساء بنية تحتية جاهزة لهذا الصرح الإنساني الكبير دخل مشروع أنبوب الغاز النيجيري المغربي مرحلة أكثر رسمية بتوقيع اتفاقيتان للتعاون الثنائي عام 2018 وفي تطور إيجابي نحو تنزيل الآليات القانونية لهذا المشروع وقعت مؤخراً مذكرتان الأولى بين المغرب ونيجيريا وموريتانيا والثانية بين المغرب ونيجيريا والسينيغال لتضاف إلى مذكرة تفاهم وقعت بين شركة النفط الوطنية النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في المملكة المغربية إلى جانب مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا لتفعيل مشروع خط أنابيب الغاز مع الدول التي من المقرر أن يمر عبرها وخصص البنك الإسلامي للتنمية وصندوق الأوبك للتنمية الدولية ما يقرب من 60 مليون دولار لتمويل دراسات الجدوى والهندسة لهذا المشروع الكبير ففي أبريل عام 2022 أعلنت شركة وورلي الأسترالية فوزها بعقد لتقديم دراسة التصميم الهندسي الأمامي لمشروع أنبوب الغاز النجيري المغربي وحسب آخر التقديرات تمتلك نيجيريا 5.5 تريليون متر مكعب من احتياطيات الغاز وهي الاحتياطيات الأكبر في إفريقيا وفي إطار رؤية جلالة الملك محمد السادس التي تهدف خدمة الإنسان الإفريقي والنهوض بمستواه المعيشي قدم جلالة الملك المبادرة الملكية من أجل المحيط الأطلسي وهو مشروع قدمه المغرب إلى أربع دول من منطقة الساحل هي بورك نافاسو والنيجير ومالي وتشاد ويهدف إلى تسهيل وصول بلدان الساحل الإفريقي إلى السواحل الأطلسية عبر المملكة المغربية وفي نهاية المطاف إنشاء منطقة للتنمية الاقتصادية والتبادلات التجارية بين دول غرب إفريقيا وبقية دول العالم ووفق منطق الربح المشترك والشراكات الاستراتيجية تعمل الدبلوماسية المغربية على تطوير اقتصادات دول الساحل وتحسين الظروف المعيشية للسكان وتأمين المنطقة التي تعاني من عدم الاستقرار علاوة على ذلك أبدى المغرب على مدى عقد من الزمن رغباته في أن يكون مركزا وجسرا بين غرب إفريقيا وأوروبا ومنها إلى أمريكا